اهلا وسهلا مشاهدين الكرام في برنامج ضيف انفاس ضيفنا اليوم احمد لوكيلي دكتور وباحث في السياسات والاستراتيجات الذكية وذلك لتسليط الضوء على استعمالات الدكاء الاصطناعي بالمغرب وهل هناك تخوف من الدكاء الاصطناعي اهلا وسهلا رسد لوكيلي مرحبا بك شكران شكران الله وشكر ان الاستدافة بداية الاسد لوكيلي كان عرفو الضيفي ذينا اозяها هو الاستاد احمد لوكيلي نعم اصد الحمد لوكيلي دكتور كما قلت tengo ability في الدكاء الاستراتيجي و السياسات الذكية نعم بداية الاسد لوكيلي ان عرفو المشاهدين دينا عرفو cave料 ما هو الدكاء الاستراتيجي نعم ما هو الدكاء الاستراتيجي تتعرف أن الدول دائماً في سياساتها تقوم باستراتيجيات وهذه استراتيجيات تنجح لما تنجح ومع الأسف نحن في القراءة الإفريقية استراتيجيات تنجح قل من 50% وعرف أن لا تقوم باستراتيجية ستعطيها غصوص وعطيها الوقت إذا استراتيجيات لا تنجحت فهناك خسارة بسبب الدولة لهذا الدكاء الاستراتيجي يعاونك لكي تنجح استراتيجية لك ما هو الدكاء الاستراتيجي؟ هو تعتمد على ثلاثة الحويش أول حاجة الحكمة ثاني حاجة حسن إدارة وثالث حاجة هي إدارة التطور ولكن قم من الدولة والمقاولة تعتمد على الدكاء الاستراتيجي يبدأ لها أنها تكون عندها لما يتخز على ربعات الحويش أولا تكون عندها تتركز على مفهوم السلطة لأن السلطة ستعرف أنها وسيلة ولا سيد غاية تحديد الأهداف أهداف ستكون عندها أهداف عملية طريقة اتخاذ القرار مهمة بالسف يجب أن يكون واحد من المنطقة لاتخاذ القرار وأخير حاجة مهمة هي تحليل النتائج لأن النتائج ستكون تحليلها موضوعي لأن النتائج ستكون لأجل التطور ليس لأجل إيجاد مرهن على الفشل وكما قلت قبيلت ذكاء استراتيجي يعين على الوصول إلى الأهداف المستعدة أستاذ وكيلي هل هناك علاقة بين الذكاء الاستناعي والذكاء البشري؟ نعم نعم لأن الذكاء الاستناعي وبنتنا عراكين هنا موجود والبشري موجود وكما يريد أن يكون النظام البشري يبقى هو يتقلب نابد النظام لهذا إذا قدرنا نطوره الذكاء البشري علينا أن نجعله من البشري أنه لا يكون عبد للتكنولوجيا ولا ننسى لأن الذكاء الاستناعي عنده واحد سرعة تفكير سرعة تفكير البشري نعم وبالنسبة تطوير الذكاء البشري هل بإمكان تطوير الذكاء البشري؟ نعم بأسير الذكاء البشري أشوف كل واحد فينا عنده واحد نسبة الذكاء ذلك النسبة كنت نطورها بمعاملات مثلاً لو نطور الذكاء البشري هناك ذلك بعض الناس التي يهتم بهذا الإطار وتنبيه الدكاء البشري هناك أربع محطات المحطة الأولى هي القراءة القراءة والدراسة وأخذ معطايات هذه لا بد منها المحطة الثانية هي ما نسميه بتقنية الارتباط الذاتية هذا من الداخل يعني من الداخل الإنسان فهو مهتم بالتنمية الدكاء ثالث حاجة إيجاد صيغات تقوية الحافث للدكاء هذا من الخارج يعني من الخارج ترجع بأنك تتميد الدكاء أدرك والحاجة الربعية والحاجة المهمة هي التمرينات مع تقنيات تتبع النتائج يعني أي حاجة كان ديروها خطة نعرف على جدرناها باش مراجعين ديروها أحسن وأنا عندي واحد عندي واحد كانت مننا ومقترح وكانت مننا باش تكون عندنا في الأحياء تكون عندنا كما كان درش حديد درش شابهة تكون عندنا دار الإبداع ودار التنمية للدكاء البشري نعم ومع استعمال الدكاء الإستناعي في السنوات الأخيرة أو للسنوات القادمة ما هو العالم الجديد الذي ينتظرونه؟ ما هو العالم الجديد؟ هو صنافات القادية أنه ذبحنا في واحد طورة التي فيها تحول جدري العالم الجديد هو عالم مزيج ما بين الواقع والخيل نريد أن تفهموا عليها إضافتي أنه يكون عالم رقمي عالم أخضر وعالم ستسيطر عليه الدول التي تمتلك الدكاء الإستناعي ما هي الدول؟ دول أسيا على رأسهم الصين وهناك دول أخرى لم يكن لديها واحد تأخر فهي تعمل على تطوير الدكاء البشري التي تكون في الموعيد لماذا؟ لأن الدولة ومجتمع هما الأفراد والأفراد إذا تمكنهم أن يقويوا الدكاء لهم سيكونوا في الموعيد في هذا التطور الجديد لأن العالم أن تحت طورة جديدة تتطلب لأي دولة أن تجد توازن هذا نقطة جد مهمة توازن ما بين ذلك الحويش لهما المجتمع البيئة والاقتصاد بدون توازن لن تكون هناك استدامة نعم وكيف يجب على الدول أن تتعامل مع الدكاء الإستناعي من بينها المغرب بين هذه الدولة نعم كما قلت قبل يجب العمل ليس على الاقتصاد إلا مع التوازن والتوازن يجب على التطوير في البيئة والمجتمع الاقتصاد كما قلت قبل يجب تطوير الدكاء البشري الدكاء البشري والحاصل للدكاء برعدة محطات مثلا تنظيم مسابقات والشاكين اليوم إنما بالنسبة قليلة مسابقات ما بين إعداديات ما بين التنويات ما بين جامعات يجب أن الطفل والطالب يستطيع أن يخرج شيئا ما عنده ثانيا يجب أن يكون تحفيزات تحفيزات لأن الإنسان يمشي الدكاء تكون توعية أليس توعية أليس توعية ما قلت قبلها في الأول قلت أليس توف نعم هذا طبيعة البشري الحاجة التي لا تفهمها كنت تخوف منها إذن التوعية فهي تعاون أن تسير الخوف ديالك ولكن تسير الخوف ديالك وبيانسور أهم حاجة تطوير الروح النقدي الروح النقدي الذي يجب أن البشري لا يبقى شهر كونسوماتور الذي ينتج يجب كذلك تطوير سياسة جديدة في التعليم شيء مهم مع أنظمة تتناسب مع تطور رقمي مع تكييف تدريس مع تغيير يجب تكوين جيل جديد رقمي يجب مساعدة المهن هناك بعد المهن سوف تتأثر يجب مساعدتها على إعداد التدريب والتأقلم مع الوضع الجديد ومع هذا التحول الجدري يجب تكوين جيل جديد مؤهل لوظائف مستقبل لا نستطيع أن نتج مهنة مستقبل ونقل وعشك لا يديرها نجد العباد الله للمهنة المستقبل أيضا هناك يجب أن يكون لدينا إطار تنظيمي وقانوني جديد أي شيء نديرها فهي قادم على القانون إذا القانون سيكون مساعدة هذا العالم الجديد ليس القانون سيكون لدينا مفهوم جديد للتنظيم والموافقات مفهوم جديد للدفتر التحملات مفهوم جديد للشراكة من القطاعين العام والخاص ويجب الاهتمام بشكل أكبر بمراكز البحوث والبحوث العلمية يجب تطوير بيئة مواتية لإبتكار ويجب آخر نقطة إدارة المهارات بشكل أفضل لكي نحبسوا بهذه النس اللي يهربوا هذه النس اللي كانت نقريهم كيف يخطموا على بره نعم، وبالنسبة للتدعيات استعمال الذكاء الصناعية عند تدعيات على مجموعة من القطاعات سواء على المقاولة سواء كانت عند نشاط صناعي أو تجاري لا على المستوى الخدمات العمومية في الطب مثلاً ولا على المستوى التعليم على جميع المستويات تعليم العالية والجميع يعني ما هي تدعيات استعمال الذكاء الصناعية هناك العكاس هل العكاس يقدر يكون إيجابي يقدر يكون سلبي الحسب المقاولة المقاولة لا تمكنت من استغلال الفرص وتسير تهديدات فهو تأثير إيجابي إذا لم تتمكن فهو تأثير سلبي ولغ سدعة المقاولة تعمل على تطوير النقاط القوة وتقوية النقاط الضعف سيكون إيجابي والعكس سلبي والآن هناك مراكز تعمل على مساعدة المقاولات على الابتكار والاتجاه نحو الذكاء الاستراتيجي والاستناعي والنظام الذكي وكذلك بعد الأسوس وآليات الدكاء الاصطناعي وهنا نحن نحيي واحد العمل يقوم به نادي المقاولين بالمغرب الذي احتفى لهذه الأسبوع بالذكرة الخامسة وهذا العمل يعاون المقاولين لأنهم يسيروا هذا العصر للدكاء الاصطناعي نعم نعم وبالنسبة للتجويد المرفق العمومي أو الخدمات العمومية يعني تأكيد الدكاء الاصطناعي سيكون عنده واحد تأثير على تجويد المرفق العمومي معلوم كما يقولنا على القطاع الخاصة نقول قطاع العمومي نعم وبالنسبة للوظائف يعني كان هناك تخوف من يعني من اختفاء عدد من الوظائف باستعمال الدكاء الاصطناعي ما رأيك أسألك لي ألو ما رأيي أنا كنظن على أن أحد وحد العالم منذ زمان طويل يعني كما تقول احنا لكل زمان مهانه ولكل زمان وظائفه نعم ودابا المقاولة دابا خاصة تعمل على طريقة التكييف والاختيار والابتكار والدكاء هو أساس الاستدامة أما إذا كنا ندره اليوم ذلك كنا ندره البارح وندره غدا ذلك كنا ندره اليوم فهذا أننا لا نقوم بشي تطور على فلولة نهضرنا على الدكاء الاستراتيجي قلنا لا بد من نسير التطور نعم أستاذ وكيلي شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات شكرا مشاهدين الكرام ونضرب لكم موعدا جديد اشتركوا في القناة